عودة إلى المسار في الملف النووي الإيراني اجتماع في فيينا الثلاثاء المقبل بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإعلان عن اللقاء صدر عقب اجتماع عبر تقنية الفيديو ضم مسؤولين من إيران وأطراف الاتفاق بيان للاتحاد الأوروبي ذكر أن اجتماع الثلاثاء سيناقش إجراءات رفع العقوبات وتطبيق الاتفاق مسؤول أوروبي ذكر أن وفداً أمريكياً سيكون موجوداً في فيينا ويجب أن يكون مستعداً لأي مفاوضات غير مباشرة واشنطن أكدت انضمامها إلى المحادثات وأبدت استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران رغبة سرعان ما استبعدت طهران حدوثها نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد على أن وفد بلاده ليجري أي محادثات على أي مستوى مع الوفد الأمريكي عراقجي قال أن طهران ستوقف خطوات خفض التزاماتها بمجرد رفع العقوبات الموقعة عليها معتبراً أن عودة واشنطن إلى الاتفاق لا تحتاج إلى مباحثات الإعلان عن عقد الاجتماع قبلة بترحب من الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي روسي اعتبرته عودة إلى المسار الصحيح وشددت على أن الطريق لا يكون سهلاً وسيحتاج جهوداً مكثفة ترحيب مماثل صدر عن ألمانيا مع التأكيد على أهمية عنصر الوقت العودة إلى التفاوض بشأن ملف إيران النووي كانت متوقعة منذ وصول إدارة جديدة للبيت الأبيض تتبنى نهجاً مختلفاً في هذا الملف عن سابقتها غير أن تلك العودة استغرقت وقتاً لرغبة كل طرف بتحقيق أكبر قدر من المكاسب قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض ترجمة نانسي قنقر